إلى دكتور رامي خليفة العلي ضيفنا من باريس يعني الحديث عن تعهد الدول السبع بمليار جرعة من اللقاحات نصفها من الولايات المتحدة هل هو كافي بنظرك يعني إلى حجب الاقتصاد هذه الدول أهلا بك جمالة تحية لك ولي ضيفك ولي مشاهديك الكرام باعتقادي لا كما أشار ضيفك هناك حاجة مسألة تعاون دولي غير متوافر حاليا ولم يكن متوافرا منذ انطلاق الجائحة نحن فيما يقارب العام ونصف العام أظهرت الدول كثيرا من الأنانية سواء فيما يتعلق بمعالجة هذه المسألة من الناحية الاقتصادية من تأمين المستلزمات الطبية وصولا إلى أنتاج اللقاح وتوزيعه على الدول الكبرى وتجاهل الدول الفقيرة ودول العالم الثالث وبالتالي الآن ما الذي يدفعنا إلى مزيد من التفاؤل والثقة بما يعد به قادة الدول الكبرى لا أعتقد أن هناك ثقة بأن هذه الوعود ستجد طريقها إلى التنفيذ أضف إلى ذلك أن الآن الحقيقة شعور بأن مسألة اللقاحات تستخدم كأداة سياسية وكأداة للضغط السياسي يمكن أن تستخدم ضد بعض الدول أيضا هناك مسألة تؤثر على مسألة كورونا وعلى قضايا أخرى متعلقة بها وهي مسألة التنافس الدولي وخصوصا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتنابز الحقيقة بالاتهامات المتبادلة شهدناه خلال العام ونصف الماضي وباعتقد أنه سوف يستمر لأن الآن هناك انطلاق لما يشبه الحرب الباردة ما بين الصين وواشنطن ربما المختلف في هذا الاجتماع جمانا أن هناك عودة لثقة الولايات المتحدة الأمريكية بالتحالفات الدولية خصوصا تلك التي سارت بعد الحرب العالمية الثانية كما تعلمين أن الرئيس السابق دونان ترامب كان قد همش إلى حد كبير حرف شمال الأطلسي مجموعة السبع مجموعة الثماني وحتى مجموعة العشرين وبالتالي لم يكن يؤمن بتلك التحالفات الدولية وكان شعاره أمريكا أولا وبالتالي هذا ضيق الهامة للتعاون الدولي أما الآن تبقى روسيا الغائبة الحاضرة عن هذه القمة كيف يمكن أن ننظر لوجهة الغرب تجاه روسيا من خلال هذه القمة هناك طرفين الحقيقة من الواضح أن السياسة الأمريكية خلال الأعوام الأربع القادمة على الأقل سوف تتوجه للوقوف بوجههما نتحدث عن الصين وعن روسيا طبعا كما تعلمين هناك قمة منتظرة ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي ولكن من الواضح تبا أن العلاقات لا تسير بشكل جيد إذا شئت ما بين الطرفين هناك الكثير من التوترات والجميع يتوقع أن هناك توترات أكبر سوف نشهدها خلال الفترة القادمة ما بين موسكو وواشنطن أيضا الحقيقة الصراع مع الصين يأخذ أشكالا متعددة سواء فيما يتعلق بكيفية معالجة كورونا أو فيما يتعلق بالصراع التقني الناشب ما بين الطرفين كذلك الصراع الاقتصادي والصراع الاستراتيجي والآن هناك ربما ما هو المختلف عن الإدارة السابقة أن هناك إيمان بالتحالفات من أجل يوقوف بوجه الصين لذلك يتوقع أن يكون هناك انقسام في فترة هذه المواجهات دعني أتحول الدول الغربية من جهة الأخرى